دلوقتي جي معدنا مع جولة في الصحافة المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير والمقالات المتنوعة نبدأ من جريدة المصري اليوم وخبر بعنوان 38 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الطرق حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعليات افتتاح الطريق الدائري الإقليمي ومشروعات محاور النيل رقما ذي دلالة قال الرئيس تم إنفاق 32 مليار جنيه في مجال إنشاء الطرق والكباري إضافة إلى 6 مليارات أخرى لتطوير 2000 كم من شبكة الطرق الحالية شدد الرئيس على سرعة تعويض أصحاب الأراضي المنزوعة للمنفحة العامة ولم يكتفي الرئيس بالتأكيد على وزير النقل المهندس هشام عرفات بل أعاد التأكيد على اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قائلا يا كامل أرجو نخلص الموضوع وندعوض الناس وفي تعقيب آخر قال موجها كلامه للوزير ادوهم الفلوس يا كامل ليرد الوزير نحن نعطيهم 50% والباقي آجلا هذر الرئيس من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية موجها الحكومة والجيش ووزارة الداخلية والمحافظين إلى خطورة استمرار الظاهرة من موقع اليوم السابع نقرأ لكم بيان لنادي القضاء يستنكر تقرير مفاوضية حقوق الإنسان حول الأحكام الصادرة استنكر نادي قضاء مصر ما تناوله التقرير الصادر عن المفاوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة في إحدى القضايا بالنقد والتعليق واعتبر البيان الصادر عن نادي قضاة مصر اليوم الاثنين أن هذا التناول يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامق المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية أكد البيان استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وأن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة تحضر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة وإذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفد بعد طرق الطعن عليه وذلك كله تفاديا لمظلة التأثير على القضاء في الطعن طالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله من جريدة الجمهورية شوقي يعلن لاستعدادات للعام الدراسي حلم مصر يتحقق من 22 سبتمبر وأول دفع 2030 البنك الدولي أجاز البرنامج ولا إملاءات أكد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مصر تشهد أكبر ثورة تعليمية في تاريخها الحديث ويتحقق الحلم في التطوير يوم 22 سبتمبر يستفيد منه 2.5 مليون طالب وطالبة بداية من أولى ابتدائي ويستمر حتى يتخرج أول جيل دفعة 2030 أوضح الوزير أن الدولة تحملت بالكامل تطبيق وتنفيذ المشروع القومي لتطوير التعليم من مدارس وتصميم مناهج وتوصيل شبكات آلياف ضوئية للمدارس وتسليم التابلت مشيرا إلى أن البنك الدولي وافق على الأفكار وخطة مصر لتطوير التعليم بالإجماع من 25 دولة وأعطى المشروع سق الجودة بالمعايير العالمية أضاف أنه لا توجد إملاءات على مصر في أي من خطوات التطوير كاشفا أن خطة بناء الشخصية والإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية في جامعة القاهرة تتضمن أول إطار عام متكامل بمعايير عالمية في المناهج المصرية ونظام التقييم فريدا يستخدم التكنولوجيا لقياس الفهم والابتكار لدى التلاميذ بالإضافة إلى إنشاء مركز امتحانات رقمي بمقاييس جودة عالمية وأشار إلى أن وصفة ثانوية بثانوية التابلت غير صحيح موضحا أن التابلت والشبكات مجرد أدوات لعلاج مشاكل تقع أثناء وضع وتنفيذ وتأمين وتصحيح الامتحانات مع تيسير الوصول إلى المحتوى الرقمي مجانا أشار شوقي إلى أن التابلت والأسئلة الامتحانية الجديدة يقضيان على الغش والوصول إلى محتوى بنوك المعرفة وتغيير طريقة التقويم والامتحانات ننتقل إلى جريدة الأخبار مجلس الوزراء سبع شائعات في خمسة أيام فقط لا مساسة بدعم الخبز وأسعار تذاكر المترو ثابتة ولا زيادة في الضرائب أكد مجلس الوزراء رصد سبع شائعات جديدة خلال خمسة أيام فقط من الرابع إلى التاسع من سبتمبر الجريب قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالرد على تلك الشائعات لتوضيح الحقائق أكد المجلس أنه لنية لتطبيق أي زيادات جديدة على أي ضريبة خلال الفترة المقبلة كما نفى المجلس إلغاء نظام الثانوية العام التراكمي وأكد على تطبيقه بداية من العام الحالي أضاف المجلس أن حصة الأفراد من الخبز المدعم كما هي ولا يوجد فيها تغيير كما أن صرف نقاط الخبز تسير بشكل طبيعي ولا صحة لإلغائها ويتم استبدالها بالسلع التموينية كما نفى مجلس الوزراء أي تزيادة جديدة في أسعار تذاكر متر الأنفق وقال إن الاستطلاع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن قديم ومنذ سنوات اختتم المجلس رده على الشائعات بنفيه تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي بي داخل قرى محافظة بني سويف كما نفى ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد منتشار مرض المالاريا بقرى مركز باسيون بالغربية وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع ننتقل إلى موقعنا موقع صدى البلد ومنه نتابع وزيرة الصحة حملة قومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ضم الحملة القومية للكشف على مرض التهاب الأعصاب الطرفية ضمن الخطة التنفيذية للحملة القومية لمسح وعلاج مرضى فيروسي والأمراض غير السارية والتي تستهدف 45 مليون مواطن وتنطلق الحملة تحت شعار إحساس كنعمة بمشاركة المعهد القومي للسكر والجمعية المصرية للقدم السكري والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب بالإضافة إلى إحدى شركات الأدوية أوضحت زايد خلال المؤتمر الصحفي لتفعيل الحملة أنه يتم تنفيذ الحملة بمشاركة 200 قافلة تبدأ من محافظات سهاج والشرقية القليوبية قنة الإسكندرية لتجوب جميع محافظات الجمهورية تبعا لافتة إلى أنه يشارك في القوافل ألف طبيب وأكثر من خمسة آلاف صيدلي حيث تستهدف الكشف المبكر عن التهاب الأعصاب الطرفية لـ 200 ألف مواطن تفاديا لحدوث أدنى مضاعفات لمرض القدم السكري وتقديم العلاج لهم بالمجان مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز هذه القوافل بأدوات الكشف السريع على الأطراف مثل الشوك الرنانة وشاكوش الأعصاب وجهاز تحليل السكر بالإضافة إلى جهاز دوبلاكس للكشف عن اختلال الأوعية الدموية الطرفية نعود إلى جريدة الجمهورية ومجموعات عمل بين الوزراء والمحافظين لخدمة المواطن شعراوي نكافح فساد المحليات بكل المستويات أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نجاح الورشة التعريفية للمحافظين التي نظمتها الوزارة مشيرا إلى أنها كانت قناة اتصال بين المحافظين والوزراء حيث دارت مناقشات حرة بينهم عن أهم المشاكل بالمحافظات وكيفية تعظيم الموارد من خلال المشاريع الاستثمارية قال شعراوي خلال اللقاء الصحفي الذي عقده أمس في ختام الورشة إنه سوف تقام ورشة عمل أخرى استكمالية الأسبوع القادم للمحافظين لتعريفهم بأهم التكليفات ومنها تطوير الجهاز الإداري وضبط أسعار الأسواق ومكافحة الفساد وأوضح أن الفساد في المحليات ليس بالصورة التي يصورها البعض ولكن المواطن يشعر بأنها نتيجة التعامل اليومي مع المحليات مشيرا إلى أن مكافحة الفساد يتم على العديد من المحاور من خلال التعاون مع الأجهزة المعنية ومن خلال قطاع التفتيش والرقابة الذي يعطي للمحافظ صورة واقعية عن الفساد لاتخاذ الإجراء المناسب سواء بالإصلاح أو إحالة المخالفين للتحقيق نذهب إلى الأهرام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر تنظم المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية أدكس 2018 تنظم مصر في الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر عام 2018 المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية حيث تقوم وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والشركة كليرون إيفنتس الإنجليزية العالمية للدفاع والأمن بتنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يشارك في فعليات المعرض أكثر من 300 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية من المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 10 ألاف زائر من مختلف دول العالم المهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية وما زلنا مع الشأن العربي والدولي ونعود مرة أخرى إلى الأهرام لنختتم جولتنا في صحافة اليوم ونقرأ الأونروا والأزمة الليبية على رأس اجتماعات وزراء الخارجية العرب تبدأ غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برياسة السودان لبحث آخر التطورات في المنطقة بشكل عام وفي ليبيا على نحو خاص صرح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الجامعة ستبحث أيضا آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن وكذلك التحضير للمشاركة العربية في اجتماعات الأمم المتحدة ووضع آلية التنسيق والتحرك العربي مع عدد من الأطراف الدولية وذلك قبيل هذه المشاركة وناقش اجتماع المندوبين عددا من البنود على رأسها أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا في اجتماعهم التحضيري والذي سيتم فيه اعداد مشروعات القرارات الخاصة بالقضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمن القومي العربي والشؤون الاجتماعية والمالية والإدارية فضلا عن الترشيحات الخاصة بالمناصب الشغيرة في الجامعة إلى جانب الترشيحات العربية للمناصب الدولية التي ستعرض على وزراء الخارجية العرب لإقرارها بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف دلوقتي حروح لفقرتنا الرئيسية لحتقدمها لنا زملتنا فرح سعيد عن ورشة لتعليم الفنون والألوان تابعونا